ما بعد حراك الشارع العراقي المطالب بالتغيير وعلى أبواب حكومة الكاظمي التي حملت رسائل مباشرة تحملت من خلالها مسؤولية الإصلاح كان لنهج الفريق الحكومي اختلاف واضح المعالم منهما جاء بروح المبادرة ومنهما تحدث به مصطفى الكاظمي لفريقه بوضوح ماكو أحد مرتاح المطلوب نعمل جميعا لخدمة ناسنا حفاظت كرامتهم ليطلب من وزرائه نزولا للشوارع والوزراء بدورهم صنع بعضهم ما صنع من بناء وطني للقدمة والإصلاح علي علاوي وزير المالية الشخصية الوزارية التي صنعت معالم البيت المالي العراقي بما يرفع من عماده أعلنها بصريح العبارة وبقرار شخصي لا تراجع فيه إذ وجه كتابا رسميا بالطلب من مجلس الوزراء بإعفائه من قرار منحه قطعة أرض كغيره من الوزراء مخصصة لهم ومنح قطع الأرض للوزراء عرف وبروتوكول متبع في مجالس وزراء العربي والعالم الوثيقة التي وشحت بتوقيع وزير المالية عززت مفهوم القدوة عند الشارع العراقي الذي يريد لجسد الحكومة أن يكون بنيانا واحدا في تشييد معنى الوطنية والعمل بالروح العراقية المطلقة التي تعي قولا وفعلا مفهوم الأرض للإنسان وليست للمناصب وتعزيز مبدأ المسؤول العراقي مسؤولا عن أرضه ووطنه وشعبه معززا أن منصب الوزير يكون في خدمة الشعب والبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر